بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزائي مشاهدي قناة الصح والجمال في كل مكان متعكم الله تبارك وتعالى بجمال الصحة وصحة الجمال أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم المتجدد من برنامجكم قرآنا يمشي واليوم الحلقة السنية عشر من هذا البرنامج الطيب المبارك واللي احنا بنحاول فيه نسير على خطى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهاجا لنا ونبراسا لنا في حياتنا إلى يوم القيامة دعوني بداية أرحب بضيفي البرنامج فضيل الشيخ أشرف راشد ضيف النهاردة يعني ياسع بي أهل المسهلا ومعنا المقرأ الصغير الكبير الشيخ أمار بن ياسر أهل المسهلا شيخ أمار شيخ أمار يعني يحاول تقليل فضيل الشيخ عبد البسط وكان الدكتور طارق أن يسميه البسط الصغير فحلقتنا النهاردة بعنوان ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلم عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا الموضوع الذي يحتاجه الكبير والصغير والرجل والمرأة ويحتاجه المسلم وغير المسلم أيضا الدعوة إلى الله أمة دعوة وأمة إجابة أمة الدعوة هي كل الناس على وجه الأرض دول أمة الدعوة وأمة الإجابة هم الناس الذين دعوا وثم استجابوا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يقول في قرآنه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمله صالحا وقال إنني من دعونا نسمع هذه الآيات الطيبات المباركات من ابننا الصغير الدكتور إن شاء الله مستقبل عمار بن ياسر سمعنا شيخ عمار هذه الآيات الطيبة أعوذ بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقها إلا الذين صبروا وما يلقها إلا زوح الظن عظيم صدق الله العظيم أحسن الله تبارك وتعالى أن يكرمكم جميعا أيها المشاهدين الكرام بأبنائكم وبناتكم يكونوا من أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته كان فضيلة الدكتور مجد ربنا يبارك فيه إن شاء الله يكون معاكم السبت القادم والدكتور طارق يعودون أنهم يقدمون لنا فضيلة الشيخ هدية من كتاب الدين الحق هدية في الإعجاز العلم معنا اليوم هدية عن البحر العميق ماذا عن البحر العميق؟ وهل مكتشف هذا الإعجاز العلمي وجد ما تطابق مع كلامه من القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الهدية اللي معنا اليوم يعني هدية جميلة وعظيمة تبين قد إيه الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه المجيد ما يأخذ قلوب جميع الناس إليه جل جلاله من بين هذه المعجزات اللي معانا معجزة البحر العميق الدكتور بروفصور هيل من أكابر علماء البحار معروف ألف كتاب من حوالي 700 صفحة يتكلم فيه بعنوان الديب سي البحر العميق والسبب تأليفه لذا الكتاب أنه هم بيحاول يتخلصوا من النفاية الزرية فبيخزنوها أو بيتخلصوا منها بيحطوها في أعماق المحيطات لعمق المسافة في أعماق المحيطات والسبب في ذلك أنه لو خزنت أو لو يعني حاول يتخلصوا منها على سطح الأرض لها إشعاعات تؤثر على إيه على جميع الكائنات الحية فهم بيخزنوا هذه النفاية الزرية هم بتخلصوا منها وجدوا أنه وهي بتنزل في أعماق البحار بتصل عند مستوى معين ووجدوا أن فيه بحر تحت البحر يعني فيه بحر سطحي في الأعلى وبحر عميق في الأسفل اللي بيفصل بين البحرين أمواك طبقة من الموج موج البحر والبحر ده مختلف تماما على البحر العلوي البحر السطحي غير البحر العميق بيختلفوا في درجة الحرارة ودرجة الظلمة ودرجة الملوحة حتى الكائنات الحية اللي عايشة سبحان الله في البحر السطحي مختلفة تماما عن الكائنات الحية اللي عايشة في البحر العميق وفي المهم يعني ألف كتاب وتكلم يعني بإيه باستفادة في هذا الأمر فسبحان الله المهتمين بالعجاز العلمي في القرآن الكريم بعض الشباب الطلبة ذهبوا إليه وبدأوا إيه هو تخيل أن جايين يسمعوا منه كبقية الناس اللي جايين يتعلموا فهم بعدما سمعوا منه أموا يعني ما قالولوش ده قرآن ولكن ترجموله جزء من آية في سورة النور اللي هي الآن اللي بتقول أوك ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج أده لم يكد يراها هم ترجموا الآية دي بدون ما يقولوني دي آية من القرآن وقالوا لي يعني حضرتك عايز تقول في الكتاب هذا الكلام فلما أخذوا بدأ يقرأوا فالرجل يعني إيه انبهر كيف هم لخصوا السبعمائة صفحة في نص صفحة فيعني أبدأ يعني إيه أبدأ يعجابه بمدى الزكاة بتاعهم فهم هم فجأوا بنددية آية في القرآن الكريم طبعا كانت صدمة للرجل أن يجد مثل هذه المعلومات القيمة جدا التي لم يصل لها البشر إلا بعد ما وصلوا عندهم غوصات صدق الله العظيم القائل سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وفضل الله كانت سبب في إسلامه طب ممكن نسمع الآية دي إلى أربعين من سورة النور اللي بتتكلم عن هذه المعجزة شيخ أمار ممكن نسمعه يلا بسم الله كده أو كظلمات في بحر اللجي يوشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نوراً يا الله ماشاء الله عود إلى بدء كنا تكلمنا عن عنوان الحلقة ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله هذه المهمة التي من أجلها الله تبارك وتعالى أرسل يعني ما يزيد عن مائة ألف من الأنبياء والرسل عشان الدعوة إلى الله كل الأنبياء يدعونا إلى الله تبارك وتعالى وهذه المهمة برضو أدباع الأنبياء يا طرى يا فضيل الشيخ لو تكلمنا عن فضائل الدعوة إلى الله مميزات الدعوة إلى الله ماذا نستفيد نحن كدعاء لو قلنا أننا دعاء أو يستفيد المدعون أيضاً من الدعوة إلى الله هو الآيات اللي قرأها عمار ما شاء الله جزيلاً لخير ومن أحسن قولاً بصوته جميل دوت ومن أحسن قولاً يعني الآيات نفسها بتدل على مدى يعني عظيم قدر الدعي إلى الله نعم والله سبحانه وتعالى استفتح الآيات بقوله جل جلاله ومن أحسن قولاً يعني ده أول فضيلة إن ده ما فيه أحسن منه والكلمة دي تذكرني بقصة كنا تعلمناها من بعض المشايخ ده يعني عليهم رحمة الله كان بيقول إيه بيقول إن ملك من الملوك كان ماشي هو الحشية بتاعته في أحد البستين بتاعت المزارع بتاعت المملكة نعم فوجد رجل كبير في السن رجل فلاح كبير في السن والرجل عمال ليه يزرع في عز الشمس فذهب إليه الملك وبيقول له يعني باستغراب أنت رجل كبير بتزرع يعني طب وبتزرع إيه قاله إن أنا بزرع زيتون ومعروف إن الزيتون دوت ياخد وقت على ما يطرح سنوات نعم فقال له الملك طب أنت يعني ضامن تاكل من الزرع دي أنت كبير في السن قال له يا حضرة الملك إحنا اللي قابلينا زرعه فاحنا كلنا فاحنا الوقت بنزرع عشان اللي بعدنا اللي بعدنا ياكله نعم فاستحسن الملك هذه المقالة من هذا الرجل الفلاح البسيط فكفء مكفأة كبيرة أعطاه عدة ألاف من الدنانير كيس مليان من الدنانير فالرجل الفلاح خد الكيس دوت وهو فرحان جدا وبيقول إيه بقول سبحان الله الناس يزرعون ويحصدون بعد أعوام وأنا زرعت وحصدت في نفس اليوم نعم فاستحسن الملك هذه المقالة فأضاف على ما أعطاه عطية أخرى من الأموال يعني استحسن كلامه فأعطاه هذه المقالة فأعطاه إيه عطية زيادة أعطاه كيس آخر من الدنانير فالرجل الفلاح قال سبحان الله الناس يحصدون مرة واحدة وأنا أحصد مرتين فالملك استحسن كلامه مرة أخرى فأعطاه كيس آخر من الدنانير وقال له أصحابه هيا بنا نذهب قبل أن تنفت جميع الدنانير فيقولون يعني هذا المثال معناه إيه إن هذا رجل من أهل الدنيا مخلوق استحسن كلام مخلوق فأعطاه هذه العطية فما بالك لما الخالق جل جلاله يستحسن كلام العبد فكم سيعطيه جل جلاله فأول مكسب يكسبه الدعاء إلى الله كما أن الاتجارة يستفيد منها التاجر وكما أن الزراعة يستفيد منها المزارع فالدعوة إلى الله يستفيد منها الدعاء إلى الله أول من يستفيد الدعاء إلى الله أول فائدة في الأجور العظيمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المعروف قال إيه من دعاء إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقذ ذلك من أجورهم شيئا كل من ينبعه يأخذ أجر مثل أجورهم يبقى كل واحد يتكلم ويدعى إلى الله في شيء هو بيأخذ أجر من تبعه لا ينقذ ذلك من أجورهم شيئا دي أول عطية طب لو من هذا الحديث فضل الشيخ معنى هذا أن الصحابة الجليل سيدنا عمر بن العاص يأخذ أجر المئة مليون مصري إذا ما صلوا أو دعوا أو كبروا أو أهللوا أو سبحوا أو حمدوا الله تبارك وتعالى وليس فقط المئة مليون المعاصرين ده من أول ما فتحت مصر يعني كمان كم مليون منذ أن فتحت مصر إلى الآن ملايين كتيرة فدي أول جائزة الجائزة التانية أن اللي بيدعو إلى الله يعني أول حاجة باستفيد سلامة القلب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قرن الدعوة إلى الله بطهارة القلب من الشرك قال جل جلاله وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين والآية اللي في سورة يوسف اللي قال فيها جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ختمت برضو بإيه بنفي الشرك عن الإيه عن الدعي إلى الله فدي سلامة القلب كمان الدعي إلى الله بيستفيد إن هو أعماله نفسه بتنصلح أعماله نفسه بتتحسن ولذلك ترتيب الآيات اللي قرأها عمار كزان لخير الآية ترتيبها إيه ومن أحسن ومن أحسن قال لمن دعي إلى الله وبعدين وعمل صالحا وبعدين وقال إنني من المسلمين معن المتبادل للزهن المفروض الترتيب يا فضل الشيخ قال إنني منه مسلمين أول يقول أنا مسلم وبعدين يعمل عمل صالحة وبعدين يدعي إلى الله الآية رتبت ترتيب مغير للمتبادل للزهن وده لفائدة إيه الفائدة لإن كل ما الإنسان بيدعي إلى الله أعماله هو نفسه هو أعماله نفسه بتزداد حلاوة تزداد حسن تزداد جمال يعني واحد بيقول للناس مثلا إيه قيام الليل جميل وعمال يكلم الناس حلاوة قيام الليل ويذكر فهو نفسه هو بهذه الطريقة يحسن قيام الليل هو نفسه يستشعر عظمة قيام الليل لما مثلا واحد بيكلم الناس في الأخلاق الحسنة ويسعة الصدر والصبر على الناس واستحمال الناس وحسن الخلق فهو نفسه ستجد أخلاقه بتتحسن يوم عن يوم لأنه عماله يتكلم في هذا الشيء كل ما يتكلم الإنسان في الشيء كتير كل ما يستقر في قلبه كتير والنفسه على سلام ربط بين الكلام وبين القلب في حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب يبقى القلب مرتبط بالإيه بالكلام دي فائدة أخرى قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة اللي هي ومن أحصل قلب من دع الله وعمل صالحا وقال يبقى سلامة القلب صورة يوسف يا فضل الشيخ الآية نعم طب ممكن نسمعهم فضل الشيخ عمار جدا جدا جاهز الشيخ عمار قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين حسنا الله وما أنا من المشركين طيب يبقى ننتقل إلى سؤالة فضل الشيخ من يدعو إلى الله يعني هل هناك فرق بين الدعية والمفتي والعالم والمدرس يعني أعلم أن العلماء والعوام كلها هما يدعون إلى الله لكن لا يتصدر بالفتوى أو لا يتصدر للفتوى والتدريس إلا العلماء المتخصين يعني هناك فرق بين الدعية والمفتي وهل كل دعية مفتي وكل مفتي دعية أحسن تبارك الله فيك التفريقة دي في غاية الأهمية لأنه يلتبس على كثير من الناس أنه يقول مثلا بعض الناس يقول إيه لا ما حدش يدعو إلى الله إلا العلماء فقط هناك دعوة فضل الشيخ من بعض الشباب يقول لك أنه لازم أحفظ القرآن الكريم كاملا ثم أحفظ ألف أو ألفين من الأحاديث ثم أحفظ كذا وكذا من السيرة وغيره ومن العلوم الأخرى ثم أبدأ طيب أين العمر الذي سوف يوحله لهذا ثم أبدأ إيه الدعو هل هذا الكلام صحيح ولا أننا هوك ندعو بأبسط حاجة وهل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا وهو ليس عنده علم زي من دعا وهو عنده علم زي معز بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وكان عالما هل هناك من الصحابة تحركوا وكان لسه أسلموا جدد ما عندهم شي علم وتحركوا للدعوة نعم التفصيل اللي فضلتك قلت علينا أولا نعم النقطة الأولى أنه لازم نفرق بين مصطلح الفتوى من يفتي ومصطلح تدريس العلوم الشرعية من يدرس العلوم ومصطلح الدعوة والمعز والإرشاد مصطلح الفتوى لا يقوم بالفتوى إلا أهل العلم أصحاب التخصص الذين يملكون أدوات الفتوى من حفظ القرآن ومن معرفة بالحديث الصحيح والضعيف ومن معرفة الناس المنسوق والمطلق والمقيد والعام والخاص وهكذا يعني عنده أدوات الفتوى فده لا يفتي إلا صاحب هذا الإيه وكمان يفتي الشيخ فيه نوعين من الفتوى فيه فتوى العبادات وفتوى المعاملات فتوى العبادات ممكن يفتي بها العلماء المتخصصين أول يعني على درجة من العلم لكن فتوى المعاملات لابد من مؤسسات فقهية تفتي في المعاملات نعم صحيح زي مجمع البحث الإسلامية وزي المجلسة العلوم الشمس يبقى ده المصطلح الأولى مصطلح الفتوى نعم يعني العوام لا يقوم بالفتوى يعني واحد من عوام الناس لا يتكلم في الطلاق والزوائق يدعو ده موضوع تاني ايه أول مصطلح المصطلح التاني مصطلح تدريس العلوم الشرعية المصطلح ده لا يقوم به عوام الناس لكن يقوم به أهل الفتوى اللي هو أن ذكرناهم وكمان طلبة العلم الذين يتقنون فنًا من الفنون أو علم من العلوم له أن يدرس هذا العلم ولا يتجاوزه يعني يتكلم فيما تعلم ده ده المصطلح التاني المصطلح التالت اللي هو اللي احنا كتير من الناس يلتبس عليه الأمر مصطلح الدعوة إلى الله من يدعو إلى الله جميع المسلمين يدعو إلى الله والدليل زي ما هي القراءة عمار في آخر سورة روسف الله جل جلاله يقول إيه قل يا محمد قل قل هذه سبيلي إيه هو يا رب أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني وآية تانية ربنا جل جلاله يقول ولتكم منكم أمة بخاطب بند الأمة ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهؤون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وكنتم خير أمة وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعندنا أمثلة حية من حياة الصحابة أنفسهم الصحابة الله جلاله ذكر في شأنهم هو الذي بعثه في الأميين الصحابة كانوا أميين بنص القرآن الغالب عليهم لكن فيهم طبعا أصحابا في الأميين رسولا منهم طب الأميين هؤلاء الصحابة ترى في حياتهم مثلا خالد بن الوليد ما منه من أحد إلا وهو يعرف خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد أسلم بعد أكتر من عشرين سنة أو قرابة الواحد وعشرين سنة من بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حوالي عشرين وعشرين سنة بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم لما قذف الله تعالى في قلبه الإسلام لسه لم ينطق بالشهادة قبل أن يسلم فعايز يعني يسيب مكة ويروح المدينة يهاجل للنبي صلى الله عليه وسلم لسه لم يذهب إلى المدينة ماذا فعل دعا إلى الله سبحانه لسه لم يقول كلمة الإسلام ولم يتعلم آية ولا حديث فهو بنفسه بيحكي في قصة إسلام خالد بن وليد في كتب السير إن خالد بن وليد ذهب إلى صديقه اللي هو صديقه من نفس قابلته اللي هو من بني مخزوم فبدأ يقول له إيه عكرم بن أبي جهل وبدأ يقول له محمد نجمه بيظهر والإسلام عمال ينتشر وإحنا عمالين إيه ننهازم ويضيق علينا وقد استقم الميسم والكلام اللي قاله يا خالد فاتفاجأ إن عكرم بيقول له إيه عكرم بن أبي جهل وعكرم أسلم بعد كده بل ومات شهيد في معركة القدسة معركة اليارموك فعكرم قاله لو كل الناس أسلموا أنا لا أدخل الإسلام يعني رفض رفض بإيه رفض جديد أم رايح سابو وأم رايح لصفوان بن أمية وكان صديق إيه قلد بن الوليد برضو قاله نفس الكلام ورد عليه صفوان بنفس الرد عماليا يعني ده كده دعوة إلى الله من قبل أصلا ما انطق الشهادة وبعدين في النهاية قابل عثمان بن طالحة ودعاء لما دعا إليه فاستجاب له وخرجوا هم الاثنين اتفقوا يتقابلوا في مكان معين قبل بزوغ الفجر على أساس إيه يهربوا من مكة يذهبوا للمدينة وفعلا التقوا وهم في طريقهم قابلوا عمر بن العاص كلموا عن الإسلام كلموا عن الإسلام وحتى دي برضو نقطة تانية طيب وطفيل بن عمر الدوسي يعني شيء يذكر سيدنا طفيل بن عمر الدوسي أول ما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قومه وحدثهم عن الإسلام فآمن نصف قومه نصف القبيلة ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ودعو على دوس فالنبي رفع يده فقال الناس هلك الدوسة هلك الدوسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهدي دوسة اللهم أهدي دوسة اللهم أهدي دوسة ارجع عليهم ودعوهم وارفق بهم يعني التاني مره طيب ممكن في غير الإنس ممكن يبقى في ضع في نقطة أخرى معلش أنا أسف يعني يعني معنا كمان مثال أكبر من كده سيدنا أبو بكر الصديق نفسه نعم اليوم اللي أسلم فيه وأول من أسلم يعني إيه أول من أسلم من الرجال أبو بكر بإجماع أهل السير ومع ذلك أبو بكر لسه داخل في الإسلام جديد اليوم الأولاني جات خمسة من الصحابة من الخمسة دول أربعة منهم من العشر تاني يوم جاب أربعة يعني في أول يومين أبو بكر جاب تسعة من الصحابة اللي هم أوائل الصحابة عثمان بن عفان وغيرهم من إيه طب لما سمع الجن كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وولوا إلى قومهم منذرين معنى أنهم بعد ما قضي السماع وولوا إلى قومهم منذرين أي أنهم دعوا يعني فيه دعا من غير الإنس من السقلينهم كل ده يثبت إيه والهدود والنام لدعوا إلى الله تبارك وتعالى صحيح يعني حتى الهدود والقصة بتاعته معروفة في سورة النمل دعا إلى الله ورحم شوار بعيد يعني عمد عشب لسانه طبعا لكن كان الهم اللي عنده الهم اللي عنده لما بقول ليه إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشم الحرقة اللي كانت عند الهد هو ده أصل الدعوة إلى الله وجود هم في القلب وجود هم في القلب على البعيد عن الله عز وجل البعيد عن الإسلام كله يعني لما نعرف ونسمع أنه في زمننا ده إلى الآن إلى هذا الوقت يوجد مسلمون لا يصلون بل يوجد من يعبد البقرة بل من يعبد الفار في بعض البلدان فكل ده يجعل المسلم عنده غيرة وعنده حرقة نعم لكن يقيد بأنه لا يفتي لا يفتي الأهل الفاتر يعني الداعية يعلق العباد برب العباد سبحانه وتعالى نعم وإذا عرد لسؤال يوجد لأهل العلم ويوجد للمتخصصين يعني إذا طرحت عليه مسألة فقهية وغيره نعم لا يفتي فيها ولا يتكلم فيها لكن الدعوة لا يتوقف أنا يعني معنى كده أنه فيه مليار واربعمائة مليون داعية على وجه الأرض نعم لكن ليسوا مليار واربعمائة عالمين عدد المسلمين قريب من اثنين مليار على مستوى العالم نعم يعني الحصيات الأخيرة قريبة من اثنين مليار طيب ما دمنا نتحدث عن الدعوة كيف ندعو يعني الدعية إزاي يدعو إلى الله تبارك وتعالى والنبع عليه السلام كان الدعية الأول في هذا الكون النبع عليه السلام كان أكثر الناس على الإطلاق إيجابية نعم وكان يحب يسمع القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم وكان يخلي سيدنا عبد الله بن مسعود يقرأ له فسيدنا عبد الله يقرأ حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة صلى الله عليه وسلم فالنبع عليه السلام يبكي ليه؟ عشان المسؤولية وعشان الإيجابية النبع عليه السلام كيف كان منهجه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو منهج الصحابة مع لفت النظر للآية الكريمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليب ظل قلبي لنفضوا من حولك حضرتك مولانا تلقي الضوء على كيف ندعو إلى الله ودي الأهم يا سيدنا الشيخ لأن ربما يعني بعض الدعاء ينفرون الناس من دين الله تبارك وتعالى كيف ندعو إلى الله تمام هو إحنا لو لاحظنا ملحظة جميلة جدا في القرآن الكريم ترى أني مثلا القرآن لم يفصل في كيفية الصلاة مثلا اللقوع إزاي والسجود إزاي ويقول إيه أمر بالصلاة مباشر والمغرب ثلاث ركعات تمام لم يفصل في كيفية الزكاة لم يفصل وهكذا لكن جاء عند مسألة الدعوة يا الله تجد وفصل تفصيل طويل لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا قصص الأنبياء إيه الهدف من ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم نعرف كيف كان السيارهم نعرف كيف الأنبياء دعوا إلى الله لما نفسنا نشوف سيدنا نوح عليه السلام والصورة نفسها سمية سورة نوح وهو بيقول قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنه واستغشوا في أبهم وهكذا ثم إني دعوتهم جار ثم إني ثم إني وربنا سبحانه وتعالى بيسترسل في ذكر قصة نوح بتفصيلات دقيقة حتى إنه مثلا جل جلاله يذكر قال قومه إيه وقومه سخروا منه إزاي وصنع السفينة إزاي وقال إن تسخروا مننا فإن نسخروا منكم كل ده وقصة سيدنا إبراهيم كم ذكرت وقصة سيدنا موسى إيه الهدف من ذكر القصص دي الله جل جلاله بيحكي لأمة الأمة اللي هتقوم بشغل الأنبياء الأمة اللي هتقوم يعني من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص هذه الأمة المفضلة على سبعين من الأمم السابقة من خصائصها أنها تقوم بمهمة الأنبياء نعم وده وده اللي ميز يعني إحنا لما نقول إيه مثلا سيدنا نوح عليه السلام أرسل إلى قومه قاعد في قومه إيه تسعمائة وخمسين سنة عمره في الدعوة معاهم مش عمره كله عمره في الدعوة معاهم تسعمائة وخمسين سنة ونوح إلى قومه فقط قومه فقط طيب وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسل لمن؟ للعالمين نذيرة رحمة للعالمين والعالمين مش مش البشر بس ده البشر وغيرهم البشر وغيرهم ومع ذلك عمر النبي في الدعوة 23 سنة طب ازاي اللي قاومه بس 950 واللي للعالم كله وإلى يوم القيامة لكل الخلق في كل الأرض إلى يوم القيامة 23 سنة فقط طب ازاي الحكمة ايه بأ ازاي هتيجي ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى يجهز أمته ويجهز الصحابة ان يتحركوا للدعوة يا الله حتى في زمانه يعني مش بس اللي كان يدعو يا الله في زمان النبي النبي لا ده كان حتى زي ما حرك زكارة كده ارسل معاز إلى اليمن وارسل مصعب إلى المدينة وطفيل ابن عمر الدوسي ذهب إلى قومه وابو بكر الصديق يدعو إلى الله وجميع يعني في الآية اللي قالها الشيخ أمار قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع عني على بصيرة يعني على يقين تمام أنا ومن اتبع عني نستنبه بقى من الآية دية وآية تانية زي آية سورة النحل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة يبقى أدد أول ضابط حطلنا هو ضوابط 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 يبقى هادو على الله في ضوابط اللي حط ضوابط ربنا نفسه جل جل طيب قبل ما نعرف الضوابط مساعدتك ممكن نسمع الآية من الشيخ أمار ياريت ياريت الشيخ أمار جاهز عايزين على فكرة عايزين ناخد عمار عندنا يعني صهر كامل نسمع مدهو القرآن الله تبارك تعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نسمع ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين عزيزين الله خير فضلت الشيخ في تعقيب الآية شيء عجيب شعير أن الله أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين هل في علاقة بالختام هذه الآية ببدايتها؟ يعني لو الواحد تخلى عن ما طلبت الآية في الأول يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة اللي هي الضابط اللي فضلتك تكرمت وقلت عليها لسه هنقولها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وبعدين يقول مهتدين وضلين هل لو الواحد تخلى عن الضابط ممكن يقع في هذا المحذور ولا إيه؟ بارك الله فيك يعني أنت حرك زكرتيني بمثال حي قوي جدا وحصل في مصر بلدنا الحبيبة مصر زيما لما أرسل الله جل جلاله موسى عليه السلام لفرعون هل ربنا ما كانش يعلم أن فرعون سيختم له بسوء؟ الله يعلم ذلك علمه لا زلاله نعم يعلم أن فرعون ومع ذلك يرسل فرعون يرسل موسى عليه السلام يرسله إلى فرعون ويوصيب الوصية الجميلة اللي حضرتكم انتهى دي ذهب إلى فرعون وفي الصيق الآن تقوله إيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يعني معينا ربنا يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى لكن الله جل جلاله يعني بيعلمنا سبحانه وتعالى أن الدعي إلى الله لابد أن يكون عنده حسن الظن باللي بيدعوه ويأمل فيه الخير حتى لو كان فرعون نعم يعني لا نفقد الخير في أحده في لام بعيد في لاما بيصليش في لاما بيصومش في لاما بيطلعش زكيت مال نعم لا أي أس صحيح أفضل أدعوه بس والدليل اللي كان ينظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي لأبو جهل تخيل لأبو جهل النبي يدعو ليه؟ اللهم عز الإسلام لأحد العمرين عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب فكانت الدعوة لأمر رضي الله تعالى عن أمر وزي ما قلنا كده خلد بن الوليد 21 سنة بيحارب النبي ومع ذلك بعد 21 سنة أسلم بلدنا الحبيبة مصر عمر بن العاص بعد 21 سنة يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الحبشة عشان يعني يجيب الناس اللي هجروا والقصة المعروفة لكن أسلم بعد 21 سنة من حربه للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد إسلامه كان سبب لفتح مصر طيب معنا مدخلة أم يسر تفضل يا فندم سلام عليكم ورحمة الله أم الغالية دي أم يسر أمي أنا أم الغالية أهل الأهل 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 الأنساء ما شاء الله ما شاء الله إيه الحاجة الحلوة الجميلة دي ربنا يبارك فيك يا أم ربنا يبارك في عمرك يا رب ويمتعك بالصحة والعافية الله يبارك فيك يا رب الشيخ خشرب يدعيليك دايما الشيخ خشرب يدعيلي سهران لغاية دلوقتي وبتتفرجي على الحلوة يا حاجة حضرتك سهران لغاية دلوقتي عشي تتفرجي على الحلوة يا ما شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية واشهر يومين قناة طيب أنا عايزك تدعيلي وتدعي لي أسرة القناة وتدعي لفريق الإعدائي ربنا يبارك لهم ربنا يبارك لهم عايزة سؤال يا حاجة تسأل الشيخ خشرب لو عايزة تسأل الشيخ يا حاجة لو عايزة تسأل الشيخ خشرب سؤال أو عايزة تقول أي حاجة تفضلي طيب جميل جميل ما شاء الله لا حرمنا الله منك ولا من سؤالك الطيب دعواتك يا حاجة دعني ربنا يبارك فيك ويبعلك شيخ محترم ربنا يبارك فيك يا حاجة جزاكم الله خير يا أم على الاتصال ربنا يبارك في عمر جزاكم الله خيرا يعني ما أسعد والدتي تتصل بها على الهواء هذا شيء رائع وليس لنا في هذه الدنيا يعني من بركة أعظم من بركة دعاء أنه صلى الله تبارك تعالى أن يبارك في أمهاتنا جميعا اللهم أمين ومتعهم بالصحة والعفيه وضل الشيخ كنا توقفنا نعود إلى الضابط أول ضابط الله سبحانه وتعالى ذكره على بصيرة دعوة إلى الله عز وجل على بصيرة والبصيرة يعني كما ذكر المفسرون اليقين غالب كنتم بالتفسير يا فضيل الشيخ على بصيرة أي على يقين لكن يعني خلفهم بعض المفسرين قالوا على بصيرة يعني على علم لو كانت على بصيرة يعني على علم يعني تفسير ابن كسير على على يقين لكن مختصر تفسير ابن كسير أو تفسير السعدي قال على علم لأنه ضايق واسعا يعني لو كان على علم يبقى كده محدش يتحرك إلا إذا كان علم حتى لو قلنا على علم ليس المقصود على علم أن يبقى عنده أدوات الفتوى يعني يكفي من العلم أن يعرف أن الله واحد وهو إثبات الشيء لا ينفي غير يعني مع علمه بتوحيد الله علمه بصفات الله عز وجل علمه وقد يكون العلم ده علم البسطاء عاوم الناس فدي المهم أني أول على بصيرة يبقى أول الضابط من ضابط الدعوة كيف ندعو إلى الله على بصيرة الأمر الضابط الثاني بالحكمة بالحكمة والحكمة أن يضع الأمور في مواضيعها يعني ما يجيش مثلا إيه واحد وهو شديد الغضب وإنت مثلا تذكره بشيء معين مثلا عن الله وهو في الغضب وممكن إيه يخرج لفظ يصب فيه الله جل جل فالحكمة يضع الأمور يعني اختيار الموضوع والتدرج يعني من بعد الحكمة التدرج وده اللي ربنا سبحانه وتعالى فعله في أمور كثيرة مثلا تدرجه في تحريم الخمر تدرجه في تحريم الربا فده كلها يعني مثلا واحد لسه داخل في المثلا في معرفة الدين جديد وده موجود كتير موجود كتير واحد مثلا بعد التلاتين والأربعين من عمره وتجده بادئ لسه بادئ في معرفة الوضوء والصلاة فلو واحد لسه بهذه الطريقة ما جيش أنا ايه اقوله ده حرام وده حرام وده حرام وده حرام حرامت عليه أمور كثيرة وهو لسه إيمانه ضعيف فالنتيجة انه قد ايه قد يعني طيب يا فضل الشيخ طيب الحديث بتاع سيدنا رسول الله بلغوا عني ولو آية ده معناها التخفيف يعني بلغوا عني ده تشريف ان احنا بنبلغ عن سيدنا رسول الله ولو آية تخفيف مش كده ده تكريم النبع عليه الصلاة والسلام بلغوا ده تشريف وتخفيف مش كده وتكليف طيب ولو آية يعني ممكن انا افهم آية كويس جدا وابلغها الغير مش لازم افهم الستة الفمتين ستة وتلاتين آية اللي هما آيات القرآن الكريم مش كده يا فضل الشيخ التخفيف يعني حتى اني يعني خالد بن الوليد اللي يعني ربنا سأقذ ذكره في هذه الحلقة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لم يكن حافظا لأغلب سؤال القرآن وهو نفسه قال شغلان شغلان الجهاد كان لحن سيدنا خالد في القرآن يعني فلما لموه بعض الصحابة قال شغلان الجهاد عن لان ده عظمة سيدنا رسول الله في فضل الشيخ العلماء قالوا ان النبي كان عظيما في تخصص وتقسيم العمل علوم الإدارة للناس بتتغنى بها الآن النبي عمل كده خالد رجل عسكري يبقى خليه في الجهاد ما يجيش أقوله تعالى علم الناس القرآن في الجامعة سيدنا عبد الله بن مسعود رجل عالم يقعد يعلم العبادلة الأربعة وغيرهم يعود يعلموا الناس معازوا وغيره يبقى خصص كل واحد في مكانه صلى الله عليه وسلم اللي هو فن استخدام الطاقات البشرية المتاحة نعم نرجع للضابط في فضل الشيخ إنه ليس ملك ولا ملأ بيك في حد يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واحد النبي عليه الصلاة والسلام يدي له فلوس ويدي له ويزود له وبعدين يقول له رأيت أخل عرب أنها قد أحسننا إليك وأجملنا قال ما أحسنت إلي ولا أجملت وبئس أقول عشيرة أهل فهل مغفرة هذه الزلات أليس هذا أيضا من الدعوة ومن ضوابط الدعوة أكيد الدعاء لله يحتاج إلى ساعة الصدر وساعة الصدر هتأتي لما يعرف أنه بيدعو إلى الله بيتكلم عن ربنا بيوصل المخلوق بالخالق وبعدين الأجور العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى عدها للدعاء إلى الله يخلي الإنسان لما بيعرف لإيه الأجر يخليها تحمل يكفي الحديث سالة في الزكر اللي هو من دعا إلى هدى نعم يعني لو أنا دعيت واحد وهو نفذ الحاجة اللي أنا ألتهاله أو اللي أنا لفدت نظره إليه معنى كده أنه هو في صحيفة الأعمال نعم واللي بيتبعه هو كمان في صحيفة الأعمال لا ينقذ ذلك من أجورهم شيئا لا ينقذ ذلك يعني ما أخدش أنا أجره كله ما أخدش أجره أيها ما دي إيه ده اللي الناس بيقسوها بمفاهيم الدنيا مفاهيم الدنيا واحد كسب عشرة واتنين هما اللي قموا بالدور هيتقسم العشرة على اتنين كل واحد ياخد خمسة لكن مع ربنا سبحانه وتعالى لو ميت واحد اشتركوا في هداية واحد كلهم ياخدوا الأجر كامل المية دول ياخدوا الأجر كامل لا ينقذ ذلك من أجور يمشي إلى جانب أجر اللي اهتدى ده يعني الصبر على الدعوة يؤدي إلى الهداية والنبع عليه الصلاة كان يصبر على الناس والآية اللي حضرتك ذكرتها اللي هي ولو كنت فضا غريبا القلبي لنفضوا من حولك طب يعمل إيه تلات حاجات وهذا الكلام لسيدنا الرسول الله فيعمل ربنا وصاب تلات حاجات قال له فاعفوا عنهم أيوة واستغفر لهم واشاورهم في الأمر دي أدوات مهمة في الدعوة إلى الله أن أول حاجة وعفوا عنهم يعفوا عن زلاته بزبحة حرجة كرة كده يعفوا عنهم وإيه تاني وإنت في صلاتك ودعائك استغفر لهم يعني رفع يدك وإيه ده وده دي من أقوى الأشياء أن الدعاء قبل الدعوة ولذلك حتى إيه صورة المتزمل قبل صورة المدثر يا يا المتزمل قم الليل عشان يدعو يقوم وبعدين يا أيوم المندثر قم فأنذر يعني الدعاء أولا الدعاء أولا يدعو لأن اللي هيخضي القلوب ربنا سبحانه وتعالى ولذلك بعض العلمة يقول لك احنا يهمنا بناء الساجد قبل المساجد وبناء القارئ قبل المقارئ فعقولnak اه انا عايز اللي هيعمره بناء الساجد قبل المساجد وبناء القارئ قبل المقار وبناء الداعي قبل الدعو زي ما فضلتك تكرر يعني حضرني طرفة كانت حصلت في عهد المتصم احد الخلفاء الرشيدين على الغلزة بتاع الاعراب عد له يعني زبيا والزبيا هو صغير الشاه فقدمه اليه فالاعراب يكل فيه بشراسة وكانه هجم هجوم فالامير بيقول له ما لك تأكل فيها هكذا وكان أمه نطحتك فرد عليه قال له وما لك مشفق عليه وكان أمه أرضعت فكانوا اصحاب غلزة وشدة هل في موقف حصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام الصحابة وقصر حمية الصحابة والنبع عليه السلطة السلام بدعويته قال لهم لا 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 سبوه خلوا بيني وبين صاحبه هل ممكن تذكر لنا وقع في سنة النبع السلطة السلام دي موقف كتيرة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حتى أنه قال أذيته في الله ولم يؤذى أحد صلى الله عليه وسلم فمن بين ما أذي به اللي هو الحبر المعروف زيد بن سعنة لما استغل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب جمع المال عشان يتصدق على بعض المحتاجين فتقدم زيد بن سعنة أو زيد بن سعنة الحبر اليهودي وهو كان قارئ في كتبهم في كتب الأحبار اليهود قارئ صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال فيها جل جلاله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عارفين صفات النبي صلى الله عليه وسلم فهو زيد بن سعنة كان عارف صفات النبي لم يبقى عنده إلا صفتين هو اللي عايز يختبرهم في النبي صلى الله عليه وسلم فاستغل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعطي هؤلاء المسلمين وبدأ تقدم هو تقدم تطوع من عند نفسه وقال أنا ممكن أقرضك كذا وكذا وتعطيهولي في زمن كذا وكذا واتفع على معاد معين النبي قد منه قرض ويعطوله في وقت معين فجاء قبل معاد السداد بثلاثة أيام قبل ما ييجي معاد السداد بثلاثة أيام هو اللي جاي متعمد وعمل ايه هو أمسك النبي صلى الله عليه وسلم من يعني مجامع قميصي صلى الله عليه وسلم حتى إن أصد ذلك في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه وبدأ يقول كلمات تستفز النبي صلى الله عليه وسلم قال إني علمتكم قوم بني عبد المطالب قوم مطل والعلماء له أنا كمان أهان القبيلة كلها عبد المطالب قوم بني عبد المطالب طبعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وبقية الصحابة غيروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا عمر وكاد أن يفتك به أفزعه عمر حتى النبان دوت في وش زيد بن سعنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أنا وهو كنا بغير ذلك من أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب وبعدين خذوا يا عمر هزب إليه وأعطيه حقه وزده عشرين صاعا من تمر جزاء ما روعته بس ما قالش كلمة ديها جهرا النبس صلى الله عليه وسلم قالها في إيه في أذن عمر لم يسمعها زيد فلما أقضوا عمر رضي الله عنه إلى بيت المال وبدأ أعطاه كذا وبعدين هو بيزيدوا لعشرين صاعا من تمر فيسأل زيد بن سعنة إيه لعشرين صاع دوت فبدأ يقوله إيه يقوله ده النبي أمرني جزاء ما روعتك فاتفاجئ أن زيد بن سعنة بيقوله على فكرة أنا عملت الموضوع ده كله عشان أختبر صفتين يسبق حلمه جهلة ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلمه وده اللي شافهم وده لازم يكون في كل واحد يتصدى للدعوة إلى الله يبقى يسبق حلمه جهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا وازداد مقابل لها يزداد حلما وده كان سبب في إسلام زيد بن سعنة في الموقف ده نفسه أسلم وقال حتى نصف مالي صدق على إيه على المسلم اللهم وسموه ما بن سعنة كان ملك اليمانة وما جعله يعتنق الإسلام إلا الدعوة الطيبة والمعاملة الحسنة أليس كذلك معنا للدوء؟ نعم صحيح طيب إحنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله زكاه من فوق سبع سمونا وقال له لم نشرح لك صدرك وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفع عنه لك ذكره هل فضل شيخ أب مؤهل أن يرى لنا صورة الشرح؟ كده؟ نعم هل تقرأها بقى ترتيل ولا تقويب؟ يلا ترتيل بصورة نعم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب يعني كلما انتهيت من عمل يلا انتقل لعمل تاني أخ عودني إلى بداية فضل الشيخ احنا كان فضلت الدكتور مجدي والدكتور طارق معودين السادة المشاهدين إن يبقى فيه حاجة اسمها سؤال الحلقة تمام النهاردة فضلتك اتكلمت فيه قصة الرجل المزارع ده اللي بيزرع الزيتون وعد عليه الملك هذا لما الملك استحسن كلام هذا الرجل فأعطاه من العطاية فما بالن أنه لو استحسننا الله تبارك وتعالى استحسن كلامه هل ممكن ينفع دايبا سؤال الحلقة فضل الشيخ ولا نسأل سؤال في القصة كلام جميل بس صيغه بسؤال ماذا نقول سؤال الحلقة حضرتك كلنا سؤال الحلقة نجاب عليه بقى الدكتور مجدي الحلقة القادمة اقترح حضرتك ماذا لو يعني القصة التي ذكرها فضل الشيخ الملك استحسن كلام الرجل فأعطاه ألف ثم ألف ثم ألف هذا رجل من أهل الدنيا ورجل عادي فما بالنا لو أن الله تبارك وتعالى استحسن كلامنا يعني كيف يرضينا الله تبارك وتعالى إذا استحسن كلامنا يعني الوقت دهامنا وفضل الشيخ الكلب معاكم ما شاء الله كلام طيب الشيخ عمر يعني ما شاء الله امتعتنا بالقراءة الجيدة ويعني السادة المشاهدين نشكر لكم طيب متابعتكم ولا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمة آيات الشكر لفضل الشيخ أشرف على تشرف لنا بزاكم الله خيرا متعكم الله بالصحة والعافية ونفع الله بكم وبعلمكم والشكر موصول لفضل الشيخ عمر والشكر موصول لكم طابت ليلتكم وطاب وقتكم بعلاقتكم الطيبة بالله تبارك وتعالى وبخلق الله تبارك وتعالى نترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه داعين الله تبارك وتعالى لكم بدوام الصحة والعافية نستودعكم الله تبارك وتعالى الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته